عام آخر بلا تعليم بالنسبة للأطفال النازحين في مخيم الكيلو 18 في محافظة الأنبار معاناة أخرى تضاف إلى مآسي النازحين ضمن تداعيات العمليات العسكرية خلال معارك استعادة المناطق في المحافظة من سيطرة تنظيم داعش وما خلفته من واقع صعب ومستقبل مجهول للنازحين ولأطفالهم عملية تعليمية شبه متوقفة يقول ذوو الأطفال النازحين في المخيم والأسباب عديدة منها ندرة الكوادر التعليمية وانعدام وسائل النقل إلى أقرب مدرسة من المخيم فضلا عن تهالك المدارس الموجودة فعليا وقلة عددها شن نحن دانبنا؟ شن ندانبنا الأطفال هاي لا أكون مساعدات لا أكون شيء أحد يجي دورنا الحكومة تاركتنا عايفتنا يعني شن مستقبلهم هاي ضاعت عليهم السنة السنة دراسية ضاعت عليهم يعني عندي وليد ما درسته في الأول ما درسته في عمري ثمان سنوات شن نقول عليه شنواني رح يصير مستقبله لحد الآن مدارس ماكو ومستشفيات ماكو ووظائف هاي الأطفال هم ماكو هو سع الأطفال يريدون مثل مدارس يدرسونها وماكو يعني شنها قاعدين لا دراسة لا شي لا شياتين يعني منين تعلمون إذا ماكو مدارس ما دعوا يتعلمون ويعبر حسن أحد الأطفال النازحين في مخيم الكالو 18 عن رغبته الشديدة في إكمال الدراسة رغم الحرمان والظروف المعيشية الصعبة أستاذ عدنا هاي مدرسة ما حاجة هنا بس وجود المعلمين نحن ندوم أستاذ نحن 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 نصير مهندس نحن نصير مهندس نحن نصير نحن نصير مهندس نحن نصير دكتور نحن نصير أستاذ أشكال خطأتنا رقبت الحكومة تؤكد أحدث التقارير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أن نحو 355 ألف طفل وطفلة ليسوا في المدرسة وتشير اليونسيف إلى أن الأطفال خارج المدرسة هم أكثر عرضة للاستغلال ولسوء المعاملة بما في ذلك عمالة الأطفال والتجنيد من قبل الميليشيات المسلحة